شهدت وزارة تنمية المحلية ومحافظة القاهرة توقيع بروتوكول تعاون مع إحدى مؤسسات المجتمع المدني وإحدى الشركات لتنفيذ مبادرة إتاحة أرصفة القاهرة للأشخاص ذوي الهمم خلال تنقلهم في شوارع منطقة الزمالك بالقاهرة يهدف البرتوكول إلى تعاون بين الجهات المشاركة لتهيئة أرصفة 37 شارعا لصالح الأشخاص من ذوي الهمم وذلك لتيسير السير والحركة لهم ولممارسة كافة أنشطة الحياة اليومية دون احتياج لمن يصاحبهم